الاستقلال والشباب أن أهنِّئ الشعب الجزائري بهذه الذكرة العظيمة الذكرة السابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب وهي مناسبةٌ عظيمة عدم تاريخ شعبنا البطل وعدم تضحيات الجسام التي قدَّمها خلال أكثر من قرنٍ وربع قرن من المقاومة والنضال ومقارعة الاستعمار إنه لا موعدٌ غالٍ علينا موعدٌ يُمجِّد ذكرة حرير الوطن من استعمارٍ استيطاني بفضل ثورةٍ رائدةٍ خلَّدت تاريخ شعبنا وعطت لكل جزائري وجزائرية ذلك الاعتزاز الشريف الذي تغلغل في وجدانهم وحمَّلهم رسالة ومباذئ وقِيَمًا وقِيَمٍ ومُتُّلِ العُلْيَة هذه الطورة وما صنعت من ملاحم وبُطُولات وأمجاد تبقى على مرِّ الزمن مصدر افتخارٍ لكل الجزائريين ومنبع إبداعٍ لهم وجميلٌ أن يتَّخِذ الشباب من هذا اليوم المُفعَم بالقيم النُوفمبرية عيدًا لهم يستمِدُّون منه القوَّة والعزيمة ليحوِّلوا عجلة التاريخ ويوجهُها نحو الغاية التي يُريدونها أيَّةُ هالمُواطِنات الفُضايات أيُّه المُواطِنون الأفاضل أغتنِمُ هذه السانحة لأتوجَّهَ إليكم مُجدَّدًا لأُقاسِمَكُمْ تقييمَنا الوضع الذي تعيشُه بلادُنا وأن أعرض على تقديركم نظرتَنا وتصوُّرنا لآفاق تطوُّره لقد مَرَّت عِدَّةُ أشهر منذ أن أخذ شعبنا الأبي على عاتقه مسؤولية التأثير في مجرى التاريخ للمُطالبَ بصوتٍ عالٍ وجليٍّ وبطريقةٍ سلمية لتغيير منظومة الحكم وولوجِ عهدٍ جديدٍ قائمٍ على احترام مبادئ الديمُقراطية وسيادة القانون وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية لقد حضيَّ هذا التطلُّع المشروع بتجاوبٍ كبيرٍ حيثُ هو اليوم في صميمٍ شغالات السلطات العظمية وأضحى من أول اهتمامات الدولة إن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحةٍ صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة تطلعُ بها بجدية عدالةٌ تمارسُ اليوم كامل مهامها وصلاحياتها بوسعي بهذه المناسبة أن أؤكِّذ لكم سيدات سادتي أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلُّعات شعبنا العميقة مُصمِّبةٌ حقًّا على تنفيذ مصار تطهير هذا بلا هوادة وفقًا لقوانون الجمهورية مع احترام مبدأ قرينة البراءة واتخاذ جميع الإجراءات وتدابير اللازمة للتأكُد من أن قرارات المُتَّخَذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمُسَّ بحقوق العمال ولن تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني بالفق شكرا للمشاهدة